ومن علامات قيام الساعة أن تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين يعني أكثر الموسرين لهم عدة بيوت بيت لا يسكنه الشياطين عدة مركبات مركبة لا يركبونها تركبها الشياطين هذا معنى الحديث الشريف تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين من شدة الترف والغنى والتبذير أيها الإخوة الكرام في القرآن الكريم آية كريمة هي قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الخالق العظيم يقول شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أيها الإخوة إذا قرأت هذه الآية ولم تشهد زلزالا إطلاقا إلا أنك سمعت به فهذه الآية تترك في نفسك انطباعا عن فكرة الزلزال العظيم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أخ كريم من بلد عربي أصيبت المدينة التي يسكنها بزلزال أقسم لي بالله أن زوجته من شدة الرعب حملت حذاءه وظنته ابنها وانطلقت خارج البيت هذا الأخ في هذه المدينة التي أصابها زلزال إذا قرأ الآية الكريمة غير الذي يقرأ الآية الكريمة ولم يشهد الزلزال في علوم اللغة نقول هذه العبارة يقابلها تجربة لذلك يكون التأثر بها بالغا الذي حصل أنني في الأسبوع الماضي تحدثت عن أشراط الساعة مع أن هذا الموضوع قديم وقد عادشته مرات عديدة ولكن يبدو أن هذا الموضوع بعد الحادي عشر من أيلول وبعد التطور الجذري الذي أصاب العالم وبعد العدوان الشديد والكذب الشديد أصبح لهذا الموضوع وقعا آخر كهذا الذي شهد الزلزال وقرأ هذه الآية إن كل حرف في هذه الآية يدع فيه بصمة أما إذا لم تشهد زلزالا لو أن الإنسان لم يركب البحر إطلاقا وقرأ قصة عن هياج البحر وعن الخوف الشديد الذي يعتدي ركاب السفينة يبقى هذا الموضوع ذهنيا يبقى هذا الموضوع مجموعة أفكار في ذهنه أما حينما يعاني ركوب البحر وهياج البحر وخطر الموت وخطر غرق السفينة يختلف الأمر تماما الحقيقة أيها الإخوة موضوع أشراط الساعة لأن معظم هذه الأشراط قد وقعت إذن انتقل الموضوع من أفكار إلى تجارب من أفكار إلى وقائع من أفكار إلى شيء نعيشه جميعا وقد رجاني أكثر من أخ أن أعيد الموضوع مرة ثانية إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وهذا الحديث كناية عن عقوق الأولاد لآبائهم قد يكون الأب مؤمنا ومسلما ومنضبطا ومتمثلا للكتاب والسنة ويأتي ابنه فيدرس في مدارس غربية فيرى أن التذيون في الأصل لا فائدة منه ولا يرى للقيم الدينية ولا للقيم الأخلاقية من معنى في عصر المادة فيتهم أباه بالجهل وتتهم الفتاة أمها بالجهل وكأن هذه الأم ولدت ربتها وقد يشيع المال في الأمة لدرجة أن الحفاة العراتة العالة رعاء الشات يتطاولون في البنيان جاء هذا في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام حينما سأل سيدنا جبريل عن الساعة فقال جبريل عليه السلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني ظهور هذه الثروات النفطية جعل أصحاب هذه الثروات يبنون العمارات الشاهقة كناية عن الغنى الفاحش الذي يصيب الأمة في آخر الزمان ومن علامات قيام الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله فحينما تعين على عشرة واحدا ربما ليس أصلحهم ولكن هناك اعتبارات أخرى هي التي تتحكم في هؤلاء الذين يوسد إليهم الأمر إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه الإمام البخاري ومن علامات قيام الساعة قلة العلم وظهور الجهل فقد قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد بمعنى أنك قد تدخل مكانا عاما فمعظم الذين يعملون في هذا المكان من النساء وكأن المرأة هجرت بيتها وأصبحت تعيش في الحياة العامة أكثر مما تعيش في بيتها ومن علامات قيام الساعة كثرة القتل تعلمون أنه قبل عدة سنوات قتل في جنوب إفريقيا خمسمائة ألف إنسان في يومين كثرة القتل فقال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج قيل وما الهرج قال القتل متفق عليه ومن علامات قيام الساعة شرب الخمور وتسميتها بغير أسمائها فإذا كان الحديث عن الدين هو الحديث عن القيم الروحية وهذه المشروبات التي تشرب اسمها مشروبات روحية تشرب الخمر وتنسب إلى أسماء ليست من أسمائها ومن علامات قيام الساعة كثرة الزنا والخنة والخنة الفحش الحديث الفاحش هذا واضح أيها الإخوة ولسيما في بلاد الغرب فقد تقع جريمة الزنا على قارعة الطريق وفي بعض البلاد الإسلامية التي لا تحكم بكتاب الله لا يعد الزنا جريمة إذا كان بريض الطرفين ومن علامات قيام الساعة لبس الرجال الحرير فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن علامات قيام الساعة قطيعة الرحم وتخرين الأمين فقد قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين واثمان الخائن ومن علامات قيام الساعة ظهور موت فجأة في الناس وما أكثر في الثلاثين وهو يعمل على الكمبيوتر وقع على الأرض ميتا وهو في الثلاثين حالات الموت الفجاء بدأت تهبط إلى سن غير معقولة ومن علامات قيام الساعة اتخاذ المساجد طرقا ألا ترى إلى أفواج وتحقيق أهدافها ومن علامات قيام الساعة تقارب الزمان أي قلة البركة في الوقت فالوقت يمضي سريعاً ومن أدى الصلوات في أوقاتها بارك الله له في وقته ومن علامات قيام الساعة كثرة الزلازل ونحن نسمع ونرى كل يوم زلزالاً في مكان أو آخر في العالم العربي والإسلامي ومن علامات قيام الساعة ظهور الفتن وعموم شرها فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل وتظهر الفتن ويكسر الهرج وهو القتل ومن علامات قيام الساعة وهذا من أوضح ما تشاهدون تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها كلهم يريد الثروات الباطنية ولا تعبأ بكل ما يقال بل إن بعض زعمائهم في الغرب إذا كانوا في صف المعارضة يصرحون أن الهدف الأول من ضرب العراق هو الثروة النفطية لأن العراق فيها ثاني أكبر مخزون نفط في العالم الثروات الباطنية وكل ما يقال خلاف ذلك لا تعبأ به إطلاقا كلام كذب بكذب ودجل بدجل إن الثروات الباطنية هي الهدف الأول والتحكم بها هو الهدف الأول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم كثير مليار ومئتا مليون خمس سكان الأرض أنتم كثير ولكنكم غفاء كغفاء السيل ينزع الله مهابتكم من قلوب أعدائكم يصيبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت يقول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه من علامات قيام الساعة التماس العلم عند الأصاغر فقد تجد تاجرا كبيرا يسلك طريقا محرما فإذا عاتبته ونصحته يقول لك إمام في مسجد والله لا أذكر اسمه هو الذي أفتدي بذلك أيعقل أن تأخذ فتوى كبيرة من إمام يصلي في مسجد لا تعرف علمه ولا تعرف ورعه ولا تعرف سلوكه فمن أشراط الساعة أن يلتمث العلم عند الأصاغر الأصاغر في العلم كيف عقد عقد على امرأة مسلمة في بلد غربي على شاب ليس مسلما وقد قبل عاقد العقد في المركز الإسلامي أن يبقى كل منهم على دينه هل بعد هذا الجهل من جهل ومن علامات قيام الساعة ظهور النساء الكاسيات العاريات اللاء يغطين بعض أجسادهن ويكشفن بعضها الآخر هذا المعنى الأول يغطين بعض أعضائهن ويكشفن بعض أعضائهن الآخر أو يغطين أجسامهن بالملابس الضيقة التي تصف خطوط الجسم أو بالملابس الشفافة ومن أدق العبارات التي تصدق على حال النساء اليوم أنهن كاسيات عاريات مائلات مميلات قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا وفي رواية فلعنوهن لأنهن ملعونان ويقول عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها وحينما سئلت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير ما تفعله المرأة قالت ألا يرين الرجال وألا يرونهن فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام زوجها الإمام علي بن أبي طالب فقال عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني وهذا إقرار منه على قولها ويقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء بل إن بعض النساء يخرجن متعطرات وحينما أتحدث عن النساء أتحدث عن نساء المسلمين لأن النساء غير المسلمات لا علاقة لي بهن في هذا الموضوع أنا أتحدث عن نساء المسلمين فقد وصفهن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعطرن وخرجن من بيوتهن بأنهن زانيات فقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية أيها الإخوة الكرام ومن علامات قيام الساعة تصدروا السفهاء وتكلمهم في الأمور العامة للناس ولا تلقى إنسانا إلا وهو يحسر أنفه في أكبر القضايا العامة وكأنه قطب الرحة وكأنه المرجع الأول وكأنه المتخصص والمتبحر نعم يقول عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة قال السفيه ينطق في أمر العامة ومن علامات قيام الساعة أن يكون السلام للمعرفة فلا يسلم الرجل إلا على من يعرف وقد قال عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم إلا للمعرفة ومن أشراط قيام الساعة عدم تحر الرزق الحلال يقول عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام آلاف الأشخاص يضعون أموالهم بربح ثابت يقول هذا أريح من دون حسابات فإذا أخذت ربحا ثابتا فهو عين الربا أناس كثيرون يضعون أموالهم في مؤسسات ربوية أو في مشروعات فيها بيع للخمور وفيها منكرات لا توصف فلا يبالي المسلم في آخر الزمان أكان دخله حراما أو حلالا قد يبيع أشريطة إباحية وهو يصلي في المسجد قد يبيع مجلات داعرة في مكتبته وهو يصلي في المسجد قد يبيع كتبا هدامة في مكتبته وهو يصلي في المسجد لا يبالي أكان دخله حلالا أم حراما ومن علامات قيام الساعة أنه يكسر الكذب فلا تجد إلا كذابا قد تجلس في مجلس لا تسمع كلمة صدق واحدة كله نفاق بنفاق وكذب بكذب ودجل بدجل ومن علامات قيام الساعة أن الأسواق تتقارب ذلالة على كثرة التجارة وفشوها فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل رواه الإمام أحمد ومن علامات قيام الساعة أن تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين يعني أكثر الموسرين لهم عدة بيوت بيت لا يسكنونه تسكنه الشياطين عدة مركبات مركبة لا يركبونها تركبها الشياطين هذا معنى الحديث الشريف تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين من شدة الترف والغنى والتبذير حينما يُعقد عقد قران ويكلف خمسة وثمانين مليون ومئات الألوف من الشباب لا يجدون غرفة لتزوجون بها هذه من علامات قيام الساعة ومن علامات قيام الساعة تباهي الناس في المساجد واستخارهم بأساسها وزخرفتها ومرافقها والله مرات عديدة في زيارات لبعض المراكز الإسلامية كلام طيب لا أستمع إلا إلى مبح للبناء واتساع البناء ومرافق البناء وزخرفة البناء وتكبير الصوت وتبريد الماء أما عن تحقيق الرسالة عن تحقيق رسالة المسجد عن تخريج طلاب مؤمنين بالله ملتزمين شرعه هذا الحديث لا أسمعه أبدا يذهب الناس إلى الحج ويأتون تهنئهم على زيارتهم يحدثونك عن كل شيء إلا الحج عن الطرقات وعن المشاريع وعن الماء البارد وعن المصاعد الكهربائية إلى سطح الكعبة تسمع منهم حديثا عن كل شيء إلا مناسك الحج إلا حالتهم أثناء الطواف إلا صلحهم مع الله إلا إقبالهم عليه فمن علامات قيام الساعة تباهي الناس في المساجد فلا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد زلت مسجدا في بعض الأقطار العربية في شمال إفريقيا كلفت مليار دولار مليار رقم فلك وأنت في حرم المسجد تنظر إلى موج الماء فوق البحر وقد استوحيت فكرة هذا المسجد من قوله تعالى وكان عرشه على الماء مئذنته جامعة هناك مساجد ضخمة جدا لكن أدخل إليها في الصلوات الخمس لا أحد فيها يتباهى الناس بالمساجد ومن علامات قيام الساعة أن يقل إقبال الناس على الطاعات والعمل للآخرة وينتشر الشح بين الناس فكل من الناس يبخل بما في يديه صاحب المال يبخل بماله وصاحب العلم يبخل بعلمه وصاحب الصنعة يبخل بصنعته وخبرته قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكسر الهرج قال وما الهرج قال القتل القتل رواه البخاري ومن علامات قيام الساعة وهذا من أوضح العلامات قتل الناس بعضهم بعضا بغير ما هدف يعني في تاريخ البشرية القاتل يقتل الذي يستبيح أموال الناس قد يعاقب وقد يقتل الذي يستبيح أعراض الناس يعاقب ويقتل أما أن يقتل الإنسان بلا سبب بلا جرم لأنه مسلم فمن علامات قيام الساعة قتل الناس بعضهم بعضا بغير ما هدف قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ومن علامات قيام الساعة أن يكون المال العام نهبة للجميع فلا يتورعون عن نهبه والأخذ منه ومن علامات قيام الساعة أن تقل الأمانة وأن تسقل على النفوس شرائع الدين وأن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه وهذا من كبائر الذنوب وأن يجفو الرجل أباه ويقرب صديقه وهذا أيضا من كبائر الذنوب وأن ترتفع الأصوات في المساجد وأن يسود القبيلة فاسقها يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان المغنم دولا الأموال العام دولا متذاولة بين الناس والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقها وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها وهذه كلها بين أيديكم ومن علامات قيام الساعة أن تكسر الشرط وذلك لزيادة الفساد لشدة الفساد والسرقات والاحتيال والانحراف تكسر الشرط ويقدم الرجل لإمامة الناس في الصلاة لجمال صوته فقط وإن كان أقل الناس علما ومن علامات قيام الساعة أن يباع الحكم أي أن تنال المناصب بالرشوة ومن علامات قيام الساعة الاستخفاف بالدم فقد قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة ستا إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحل وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها ومن علامات قيام الساعة أن تشارك المرأة زوجها العمل والتجارة فقد قال عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم أي كثرة المؤلفات رواه الإمام أحمد ومن علامات قيام الساعة فشو القلم وكثرة التصانيف والتآليف وأكثرها يأخذ من بعضها ومن علامات قيام الساعة أن يكون الولد غيظاً لوالديه لكثرة العقوق وأن يكون المطر قيظاً أي في الصيف وأن يغيظ الكرام غيظاً وأن يفيظ اللئام فيضاً ومن علامات قيام الساعة أن يتعلم لغير الدين ابتغاء منصب أو وظيفة أو مال أو مشروع ومن علامات قيام الساعة ظهور السيارة سيكون في آخر أمة رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كافيات عاريات والله مرة كنت أصلي الجمعة في بعض المساجد خارج دمشق خرجت من المسجد أمامي أحد الذين كانوا معي في المسجد يتجه نحو سيارته فإذا امرأته في السيارة وهي كاسية عارية كأن الدين في واد والالتزام في واد آخر وظهور الترف وحياة الدعث في الأمة الإسلامية من علامات قيام الساعة فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي إذا مشت أمة المطيطاء مشية اختيال وكبر وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها ومن علامات قيام الساعة أن يكرم الفسقة وأيهانا الكرام أشير إلى بيت كنت في بلد عربي ثمنه ألف مليون ليرة سورية عشرين مليون دولار تسكنه رقصة فمن علامات قيام الساعة أن يكرم الفسقة وأيهانا الكرام ومن علامات قيام الساعة أن يقال للرجل ما أجلده وما أضرفه وما أعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان قيم جديدة لا علاقة لها بالدين لبق لطيف ذكر شاطر شاطر يعني يأكل المال الحرام لبق يعني منافق هذه الفتاة سبور يعني فلتانة كلها كلمات جديدة لانشرافات خطيرة ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان من علامات قيام الساعة تمام الموت لكثرة الفتن قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانه إذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها وإذا كان أمراءكم خياركم وأغنياءكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فبطن الأرض خير لكم من بطنها ومن علامات قيام الساعة أن يحاصر العراق ويمنع عنه الطعام والمساعدات فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذلك قال من قبل العجم يمنعون عنهم ذلك والعجم ما سوى العرب والمسلمين رواه الإمام مسلم وأحمد أيها الإخوة الكرام للبحث صلة وفي خطبة قادمة إن شاء الله أتابع بعض فقرات هذا البحث لكنكم كما رأيتم أن هذه الأحاديث قديمة جدا قدم رسول الله لكن حينما نذكرها وقد وقع معظمها نتأثر تأثرا بالغا لمصداقية هذا النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى وليس هذا من علمه بل من إعلام الله له ليس هذا من علمه لأنه لا يعلم الغيب إلا الله قال تعالى ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء حتى النبي الكريم حتى النبي الكريم لا يعلم الغيب فإذا حدثنا عن أشراط الساعة فمن إعلام الله له والناس حينما يقعون في حيرة ما بعدها حيرة لهول ما يرون وما يسمعون في هذا الدرس وفي هذه الخطبة يزول العجب إذا ظهر السبب بطل العجب يزول العجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبعوث العناية الإلهية أنبأ بهذا الذي حدث فلعل الله سبحانه وتعالى يأتي بعده بالفرج أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله